أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اهتمام الحكومة بالاستفادة من التقارير والدراسات التي تجريها الجمعية العلمية الملكية في العديد من المجالات الحيوية بما يدعم ويعزز القرار الحكومي ودراسة آثاره جاء ذلك خلال زيارة رئيس الوزراء اليوم إلى الجمعية العلمية الملكية ولقائه سمو الأميرة سمية بنت الحسن رئيسة الجمعية ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية زيادة التعاون بين المؤسسات الحكومية والجمعية والخروج بخطة عمل لمنع الازدواجية والمساهمة في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني سمو الأميرة سمية من جهتها قدمت عرضا عن دور الجمعية وأهم الخدمات التي تقدمها في خدمة الحكومة والمؤسسات الوطنية وعلى صعيد المتصل التقى رئيس الوزراء بحضور سمو الأميرة سمية موظفي برنامج إرادة الذي تديره الجمعية منذ عام 2006 حيث أكد الرزاز أن البرنامج يشكل قصة نجاح حقيقية وأسهم في دعم آلاف الشباب والشابات للبدء بمشاريع إنتاجية ناجحة اشتركوا في القناة